بتنتهي مباراة الاهلي والزمالك نهاي كأس مصر 20-23 وفوز الاهلي بهذه البطولة حينا نتكلم يعني 39 بطولة كأس مصر النادي الاهلي طبعا عدد كبير مقابل 28 لنادي الزمالك ولكن طبعا الأمور حصمت بالنادي الاهلي مبارح للنادي الاهلي بفوزه بهذا اللقاء وهذه البطولة الحقيقة اللي كانت شكلها مختلف والتفاصيل فيها مختلفة حتى المقابل المادي أنعش خزاء الناديين بالأموال حقيقة حاجات كتير طبعا أنتوا عارفين أن المقابل المادي 950 ألف دولار للمركز الأول 250 ألف دولار للمركز الثاني وبالتالي طبعا الكل استفاد الكل كان سعيد بالشكل والأداء طبعا أسعد الناس هم جماهير النادي الاهلي ومجلس الدارة النادي الاهلي واللعبين الحقيقة اللي المبارح كانوا بيحتفلوا بالفوز وبيحتفلوا بفرحة جماهيرهم وده شيء حقيقة بنسعد بالفرحة دي لأن كرة القدم الحقيقة في الآخر هي للمتعة ومتعة الكرة هي بفرحة الجماهير الفوز آه حلو والأداء حتى ممكن ما يبقاش بنفس الشكل اللي انت كنت ممكن متوقعه لكن في الآخر كرة ما تخش جول في الثاني والماتش بيصفر حكم هي دي متعة الناس بقى ومتعة الجماهير بفرحة فريقها وده اللي حصل لجماهير النادي الاهلي على الجانب الآخر حقيقة هارد لك نازل مالك اللي عمل أداء فوق الرائع الحقيقة في وقت الكل كان متوقع ان الاداء يكون للنادي الاهلي بالشكل ده وان هو يبقى متحكم في اللقاء لكن فجئنا النادي الزمالك هي بالشكل والاداء اللي عمله مبارح وسيطرته على اللقاء ولكن في الآخر ما عرفش يستغل هذه السيطرة بإحراز أهداف والفوز هنا نقول ان الخبرات وان النادي الاهلي دائما بيعرف يكسب حتى في أسوأ الحالات يعني أسوأ الحالات ازاي أنا مش في يومي أنا مش عارف في النهاردة ألعب كورة زي ما بلعبها كل مرة لكن أعرف أكسب أعرف أكسب هو ده النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي شوفنا مبارح هو ده النادي الاهلي اللي بنشوفه في ماتشات كتير هو ده النادي الاهلي بنشوفه في بطولات كتير يعني بطولات كبيرة كمان هم نتكلم على بطولة أفريقيا هو بيلعب فرق كبيرة زي الوداد بيلعب بفرق كبيرة في أفريقيا وأيضاً وهو بيلعب بفرق كبيرة في الوطن العربي ممكن ما يبقاش في حالته لكن في أي لحظة بيحرز هدف وبيكسب البطولات بتبحث دائماً عن النادي الأهلي وكانت بتبحث بالأمس عن النادي الأهلي من خلال هدفين وراء بعد كده في خمس دقائق أنا قلت مبالح شغلتين حمر عملوها في خمس دقائق إمام عشور ثم أفشة والاتنين هم أصحاب الأسست وأصحاب الهدف بالأمس وفرحة الجمهير بيهم الحقيقة وفرحة أفشة بالهدف وفرحة إمام عشور أيضاً بالهدف هي أسعدونا اللعيبة كلها بنتكلم فيه اللعيبة الأهلي والزمالك أسعدونا بالشكل العام كنا محتاجين بس أداء أفضل من كده عشان تبقى الأمور في الاحتفالية اللي احنا شفناها من قبل ما اللقاء يبتدي بالحفل اللي كان موجود بشكل الجمهير بالاستمتاعهم في الملعب احنا استمتعنا وحنا وراء الشاشة التلفزيون كنا محتاجين بس الأداء يتحسن شوية يبقى أفضل من كده فيه جراء أكتر من كده لكن خلي بالكم حمست الماتش والضغوط اللي على اللعيبة ممكن تخلي في بعض الأحيان اللعيبة ما تعملش أكتر حاجة عندها أو أفضل حاجة عندها أنا بعذرهم لكن خلينا أقول لكم إن في الآخر النادي الأهلي هو صاحب البطولة وهي بطولة فيه عشرين تاتة عشرين بس عشان لقيت تذكرة دي بطولة كاس مصر السنة اللي فاتت اللي هو إيه لسه احنا ما بتدناش البطولة الجديدة فبالتالي النادي الأهلي أضاف للموسم الماضي بطولة جديدة فبالتالي دي يعني برضو للتذكرة لسه احنا عندنا بطولة كاس مصر السنة دي ويتمشي إزاي بقى وتفاصيلها إزاي لكن حقيقة إحنا كنا سعداء مبسوطين حاجات كتير جدا لازم نحللها فنيا يعني مثلا أما نجي نبص لتحليل فني مثلا في اللقاء كده هاخد نقطة بسيطة حقيقة ومقارنة بسيطة الزمال كان كويس الأهلي ما كانش في أفضل حالاته حصل هنا تغيرات وحصل هنا تغيرات هنا حصل تغيرة الناصر مهر وهنا حصل تغيرة أفشة ولكن هنا أفشة أفاد نادي الأهلي أقول لكم ليه الأسباب وهنا للأسف بالرغم أداءه الجيد ناصر مهر ما أفادش نادي الزمال والسر هو المجموعة اللي حواليه مجموعة النادي الأهلي هي مجموعة كانت نقصة بس إن أفشة ينزل في الوقت ده عشان هو وزميله يتقلقوا ويجيبوا الأهداف دي على الجانب الآخر بنتكلم ناصر ما زميله في وقت كمان خروج زيزو وده أثر بشكل كبير على القوى الهجمية أكيد زميله اللي حواليه ما ساعدهوش إن هم يعني لو هو بيدي كرة كويسة أو 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 بتحركاتهم إن هم يحرزوا أهداف سواء بقى بتحركاتهم سواء بالفينش بتاعهم لأن خلي بالكم في كرة غريبة مثلا للسيف الدين الجزيري جات له في الثمنتاشر يعملها كده بدماغه جول يعني المرمى مفتوح الحقيقة لكن هو قرر إن هو يسندها وياخدها طبعا تولت وطلعت سهل الأمور على حقيقة مصطفى شبير اللي كان متقلق مغد النظر عن الكرة دي لكن كان متقلق متقلق في أهم كرة في اللقاء على مرمى النادي الآلي وهي كرة ديزو وهو بيسددها فده الشكل والمقارنة البسيطة اللي احنا ممكن نخدها من خلال ماتش زي ده فهنا يوريك إزاي إن فيه لعيب مع مجموعة تفرق وفيه لعيب مع مجموعة يعني الأمور بالنسبة له كانت محتاجة تبقى أو محتاجة اللي حواليه بقى أفضل من كده عشان يعمل الفرق وده معناه إن النادي الزمالك آه عمل أداء كويس ولكن لسه النادي الزمالك بيتحسس الأمور حقيقة لسه النادي الزمالك الناس متخيلوا إن النادي الزمالك خلاص بعد الصفقات دي يكسب يكسب لا برضو فيه أمور لسه جوه النادي الزمالك هي استقر وهيستقر ومع الوقت ومع الصفقات مثلا موسم الجاي الأمور تختلف لكن النادي الآلي فيه حالة من الاستقرار الفني فيه حالة من الاستقرار اللعبين والقوام اللعبين الأساسي بيلعبوا باستمرار وامور كتيرة جدا details جوه نادي الاهلي صغيرة او جوه فريق نادي الاهلي صغيرة بتخليه يبقى واقف على رجله حتى وهو وفقه حشحالاته يعني اما نجي نبص قلب ادفع نادي الاهلي والمقارنة ايضا بالنحة التانية لا الامور هتمين لنحة كافة النادي الاهلي وده اللي انا كنت دايما قبل المطش لما يجي ضيوفي هنا بعمل المقارنات دي عشان فيه وقت بتقول ان هنا هيفيد الفريق او دفاع النادي الاهلي هيفيد فريقه دفاع النادي الازمالك ممكن فيه ايه فيها تخوف شوية وده اللي حصل امبارع في وقت وهفوة وتوقيت صعب فريق المباراة النادي الاهلي خطف نتيجة ايه وقفة غلط عدم تركيز هي دي هو ده هو المقارنات ما بين خطة فريق في فريق وفريق اخر او لعيب ولعيب اخر هو details صغيرة جدا بتفرق في هفوات في جزء من الثانية او في دقيقة او يعني كده او في وقت من المباراة لان فيه مثلا لعيبة تبقى فائقة او اول المباراة اخر المباراة لقيهم هبتوا وده اللي حصل بشكل كبير جدا في دفاع الناس زمالك كانوا كويسين مش وحشين ولكن في الوقت اللي خلاص المطشة هينتهي تركيزهم وقع او العامل البدني وقع يعني الله اعلم ايه اللي حصل بالنسبة لهم استغلها افشة واستغلها امام عشور وزي ما قلت لكم هو افشة كلمة السر حقيقة